موسيقى 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 الرئيس السيسيو اكيدو ماتوليه مصر من أهمية لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة مدبولي يجري جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة موسيقى عدد من الدول الأوروبية والعربية تحثوا رعاياها على مغادرة أوكرانيا تحسبا لهجوم روسية أثالث مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرانج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ماتوليه مصر من أهمية خاصة لعلاقتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقباله السيد أنالينا بيربوكا وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا للتحادية حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزيرة خارجية ألمانيا نقلت إلى رئيس السيسي تحية المستشار الألمانية مؤكدة اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيدة التي تربطها بمصر باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير المشروعة والقيام بدور أخلاقي وإنساني مقدر من خلال استضافة ملايين اللاجئين بالإضافة إلى نجاح الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس السيسي في ترسيخ مبادئ حرية العبادة وتسامح الديني وقبول الآخر مما جعلها مثلا أعلى ونموذجا يحتد به إقليميا ودوليا هذا وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الإقليمي والتجاري والاستثماري والعسكري حيث رحب الرئيس السيسي في هذا الصدد باهتمام الشراكة الألمانية أو الشركات الألمانية بدخ استثمارات في مصر معربا عن تطلعه لزيادة تلك الاستثمارات فضلا عن الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الألمانية لتوطين الصناعة في مصر كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذلك الأوضاع في ليبيا وتناول اللقاء أيضا استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ حيث أشادت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور الهام الذي تطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ بينما أكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على خروج قمة شرم الشيخ على الوجه الأمثل وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين أعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية وذلك بقصر التحرير تناول العلاقات المصرية الألمانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك هذا وتعد هذه الزيارة هي الأولى الرسمية التي تقوم بها الوزير المصر منذ توليها مهام منصبها في ديسمبر من عام 2021 وذلك في أول رحلة لها خارج أوروبا والولايات المتحدة وخلال مؤتمر صحفي أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للمنطقة تعكس مدى اهتمام بلادها بالمنطقة كما أشار شكري إلى أنه أجرى جلسة مناقشات مع الوفد الألماني للحديث عن التحديات المشتركة بين البلدين والتحديات التي تواجه العالم استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وتم التأكيد مرة أخرى على الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع ألمانيا وما تحقق خلال المرحلة الماضية من تعاون مصمر كان له أثر إيجابي في إطار جهود مصر التنموية وكان أيضا له أثر إيجابي في عمل الشركات الألمانية واستمرار التعاون في مجالات عديدة تبحثنا الآن وعقدت جلسة مشاورات مرفردة ثم مع أعضاء الوفدين تم خلالها تناول كافة القضايا السنائية والتحديات الإقليمية والتحديات التي نواجهها بصفة عامة في إطار من التفاعلات الدولية وعلى صعيد الملف الليبي أكد وزير الخارجية سمح شكري ضرورة احترام القرارات الشرعية التي اتخذها مجلس النواب في ليبيا وبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى إجراء انتخابات نازيها كما أشهد شكري على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا مؤكدا ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق دائما مصر تؤكد بأنها تدعم التوافق الليبي ليبي ونحل هذه القضية لابد أن يرتكز على توافق لكافة الأشقاء في ليبيا حول المصار المستقبلي تعزيز المؤسسات واحترام المؤسسات الشرعية وما تتخذه من قراراته تأكيد أن مجلس النواب اطلع بمسؤوليته التشريعية في إطار تنفيذ اتفاق السخيرات والتشاور مع مجلس الدولة لبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى الانتخابات وتؤدي إلى تعديلات دستورية كلها توافقات تمت من خلال الحوار والتوافق ونحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار لتأكيد أنه ليس هناك حلول عسكرية لهذه القضية ونتفاعل مع أيضا شركائنا الدوليين للوصول إلى الانتخابات التي تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي وعلى صعيد القضية الفلسطينية أكد وزير الخارج يسامح شكري ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 موضحا أن مصر تقوم بمشاورات مع الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية لبحث سبل تفعيل عملية السلام بين الجانبين مصر التاسع أيضا للتعامل مع هذه القضية المركزية للعالم العربي توصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 1967 وعاصمتها القدس الشرقية نتشاور مع الحكومة الإسرائيلية مع السلطة الوطنية مع الشركاء الدوليين والولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي في إطار علاقاتنا الثنائية مع الدول المؤثرة لتشجيع الأطراف على استئناف المشاورات تحقيقا لرؤية حل الدولتين من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن مصر أهم شريك لبلادها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا كما أشرت الوزيرة الألمانية لشراكة بين مصر وألمانيا وإشكال التعاون بين البلدين في عدة مجالات لافتة إلى أن نحو 400 ألف شخص يتحدثون اللغة الألمانية في مصر كثاني أكثر اللغات تحدثا في مصر إن مصر في الكثير من المسائل هي أحد أهم شركاء الحوار لنا في شمال أفريقيا وفي العالم العربي وفي المنطقة العربية ولذلك فقد تحدثنا اليوم حول العديد من المسائل الإقليمية بشكل خاص بالطبع آخر التطورات في ليبيا وسبيل التعامل مع هذه التطورات لأننا شركاء في عملية برلين ومازلنا على تواصل مكثف حول هذه المسائل الاهتمام المشترك لنا هو الاستقرار والسلام في ليبيا ولن نحقق ذلك إلا إذا ما قرر الليبيون والليبيات بشكل مشترك القرارات المتصلة ببلدهم كما تعلمون كنت أزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية ألمانيا تقدر في هذا السياق دور الوساطة الذي تلعب مصر في النزعة في الشرق الأوسط وبشكل خاص جهود المبذولة من ناحية مصر والحكومة المصرية للناس في غزة الحكومة الجديدة الألمانية هي أيضا على قناعة بأن حل الدولتين المبني على المفاوضات هو سبيل الوحيد للسلام الدائم حتى وإن كان الطريق نحو هذا الحل ما زال طويلا معي عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام دكتور أحمد كيف ترى هذه الزيارة لوزيرة الخارجية الألمانية وما تمثله من شراكة مع الحكومة الألمانية الجديدة والتعزيز التعاون مع الجانب الألمانية نعم في الواقع أن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنا لينة بيربوك الأولى لمصر والأولى للشرق الأوسط وهي أول دولة خارج أوروبا وأمريكا في متعكس أهمية ودلالات مهمة وتأتي في توقيت حقيقي مهم بالنسبة للبلدين سواء على صعيد التدعيم للعلاقات الصنائية التي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الثمانية الماضية في عهد الرئيس السياسي على المستوى الاقتصادي حيث ما حجم التبادل التجاري ارتفع إلى أكثر من 4.5 مليار يورو وهو يمثل رقم كبير بالنسبة للبلدين أيضا على المستوى السياسي والتنصيق المستمر كل هذا بيعكس حقيقة أن العلاقة بين البلدين هي علاقة شراكة استراتيجية ممتدة في مصارها السنائي أو في مصار القضايا المشترطة والتحديات التي يمثل التنصيق بين البلدين بتنمي مواجهة هذه القضايا بالطبع توقيت مهم سواء فيما تعلق به وجود طبعا بعد مرحلة المستشارة ميركل وتولي المستشارة شورتز في ألمانيا بالعكس أيضا أن تؤكد أن ألمانيا وتوجه الحكومة الألمانية هو في استمرار وتطور العلاقات القوية بين البلدين خاصة أن مصر تمثل أهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وألمانيا التي تعد قاطرة البحاد الأوروبي بتعكس خصوصية هذه الألاقة والرغبة والإرادة السياسية في دفع هذه الألاقة للأمام طبعا تأتي في توقيت مهم بالنسبة لقضايا عديدة في المنطقة وبالطبع منها الملف في الليبي والتطورات في ليبيا خاصة بعد دعم مصر لقرارات البرلبان الليبي بتشكيل حكومة جديدة بما يساهم في دفع ليبيا نحو الاستقرار نحو تحقيق خارج الطريق نحو المضير قدما باتجاه الحفاظ على الدولة الليبية وتحقيق الازدهار لليبيا وأعتقد أن جانب الألماني يتقاسم الرؤية ويتشارك الرؤية مع مصر في ضرورة بسعج عملية السياسية في ضرورة إزالة العقبات أمام الحل السياسي ومنع بالطبع إخراج الكوات المرتزقة والتلخلات الخارجية تفكيك أسلحة الميليشيات كل هذا بيعني أن هناك دعم مصري وألماني ودعم مصريقي وأوروبي للعملية السياسية في ليبيا دفع هذه العملية للأمام هناك أيضا ملفات مهمة منها عملية السلام هناك أيضا تقاسم الرؤية وتوافق كبير بين مصر وألمانيا حول ضرورة إحياء عملية السلام في إطار حل الدولتين بما يحقق السلام العادل والشامل ويضمن موجود دولة فلسطينية مستقلة على حدث سبعة ستين كل هذا أيضا هناك تشارك وتوافق فراء حول محاربة الإرهاب والتحديات المتزايدة خاصة في ظل تماهي العالم الآن منها ألمانيا مع الرؤية المصرية التي تقوم على المواجهة الشاملة للإرهاب والمواجهة التنموية والفكرية والأيجولوجية والاقتصادية وهي مسل الأهمية كبيرة وحاجة الارتكاز في مواجهة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط يختبط بها أيضا زيارات الهجرة الشرعية التي تتضرر منها أوروبا بشكل كبير خاصة هناك إشارة حقيقية من الاتحاد الأوروبي وألمانيا تحديدا بدور مصر في مواجهة هذه الظاهرة ليتمثل تهديدا كبيرا من خلال أيضا المعالجة وتكثيف بيئة الهجرة هي وصفت من قبل الوزيرة بأنها دور إنساني مقدر صحيح هذا نقطة مهمة لأن دائما مصر تحديدا مع المطالح مع قيم القرون الدولي تتعامل مع المشكلات والتحديات من منظور المقاربة الشاملة التي تعالج الجزور خاصة في مطالك بيئة الهجرة غير الشرعية التي تأتي من أفريقيا ومن الشرق الأوسط من خلال تسوية النزاعات والحفاظ على الدولة الوطنية ورفض الإرهاب والفكرة المتطرفة والتسوية السياسية لهذه القضايا كلها تعقل حقيقة الإدراك والتقدير الألماني لمصر لأن حقيقة منطقة الشرق الأوسط مجاورة لأوروبا وأوروبا تتأثر بشكل مباشر بما يحدث فيها من تطورات أو صراعات أو حروب وبالتالي هنا حجر الزاوية في معالجة هذه التحديات هو مع التنصيق مع الدورة المصري باعتبارهم الدورة والمفتاح الأساسي في التعاون مع كل هذه التحديات وهنا تنبع أهمية هذا الحرص والرغبة دائما من جانب ألمانيا والدول الأوروبية على التطوير وعلى التنصيق والتشاور دائما مع العصومة المصرية ومع المسلون المصريين فيما تعلق به مواجهة كل هذه التحديات وهو يعكس حقيقة أن مصر الآن تمثل أحد اللاعبين الأساسيين فيما تعبق بكل هذه الملفات والدحديات وهناك أيضا قليل تغير المناقش في المجلس الأهمية أهم أن الرئيس السيسي اشترك أمس في مؤتمر محيط واحد وكلها بتعكس التقدير الأوروبي لدور مصر في مواجهة هذه الملفات أشكرك دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية البحرينية الأمر الذي يجعل منها نموذجا يحتز به في العلاقات العربية العربية مؤكدا حرص الدولة المصرية على تعزيز تلقى العلاقات بما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال لقاء لرئيس مجلس النواب مع نظيرته البحرينية فوزية بنت عبدالله زينل في مستهل زيارته للمملكة حيث أكد أهمية تعزيز التنصيق بين مجلس النواب المصري والبحريني أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يعكس الشواغل الوطنية للبلدين من جانبها أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني أن الزيارة تعبر عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية البحرينية كما أشهدت بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية والذي تعكسه زيارات البرلمانية المتبادلة وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإقامة حزام شجري حول المناطق التي تتعرض للرياح المحملة بالأتربة والرمال مع مراعاة التنسيق العام لإبراز المظهر الجمالي للعاصمة الإدارية الجديدة كما واجه مدبولي بأن يتم الإسراع من أعمال اللانسكيب والمساحات الجمالية في مختلف مناطق العاصمة الجديدة جاء ذلك خلال الجولة التفاقدية التي قام بها لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ولا تستهلها رئيس الوزراء بعقد اجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع المسؤولين المرافقين حيث أشار مدبولي إلى أن هناك توجيه من رئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معيير الجودة أو التوقيتات الزمنية وكذلك معدلاته ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع وهو ما يتطلب تكتيف الجهود وعقب الاجتماع استكمل رئيس الوزراء الجولة تفاقدية في الحي الحكومية مؤكدا ضرورة التواجد الفعلي لمسؤولي الوزرات في المقار المختلفة لوزارتهم لمتابعة سير العمل والتشغيل التجريبي للمقار الحكومية والاطمئنان على جاهزيتها كما تعرف مدبولي على الموقف التنفيدي لشبكات المياه والري والصرف الصحي وشبكات صرف الأمطار وشبكات أعمال الكهرباء وكذلك الموقف التنفيدي لكل من منظومة الطاقة الشمسية والمحمول ومنظومة الصوتيات والمرئيات أهلا بكم من جديدة استكمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولته تفاقدية التي بدأها بالعاصمة الإدارية الجديدة بتفاقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ وميدان سار العالم وخلال الجولة اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمبنى مجلس النواب وأيضا مبنى مجلس الشيوخ كما تعرف على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية وقام مدبولي بجولة في أنحاء القاعات الرئيسية وصلاة الاستقبال والمكاتب الرئيسية كما توجه رئيس الوزراء لتفاقد مشروع سار العالم حيث استعرض مسؤول المشروع الموقف التنفيذي له ويتكون من مصرح دائرين يسعو لمائتي أو ألف ومائتي فرد ومبنى مسطح ونفورة دائرية كما يصل ارتفاع سار العالم إلى ما يزيد عن مائتي متر انطلقت بالقاهرة فعليات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة وأثروا في تحقيق السلام المجتمعي والعالمية وذلك برعاية الرئيس عبد الفتح السيسي يشارك في المؤتمر عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وقيادات المؤسسات الدينية في 41 دولة من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى أكثر من 50 وزيرا ومفتيا من دول العالم وعدد من النخب المؤثرة في مجتمعاتها من علماء وأدباء وكتاب ومفكرين وبعد قادة الرأي والفكرة ورجال السياسة ومن مقر عقاد فعليات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يتابع معنا المزيد مع الزميل أحمد الحسيني إليك بالفعل زملائي في الستوديو تحية لكم انطلقت صباح اليوم فعليات دورة ثانية والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هنا بالقاهرة تحت رعاية رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هذا المؤتمر الذي يعقد في هذه الدورة تحت عنوان عقد المواطنة وتحقيق السلام المجتمعي والعالمي هناك وفود من أكثر من 75 دولة مشاركين في فعليات هذا المؤتمر الذي يقام على مدار يومين اليوم وغدا بمشيئة الله هذا بالإضافة لمشاركة أكثر من 15 وزير ونرئيسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية هناك تسعة محاور تقام عليها فعليات هذا المؤتمر بالإضافة إلى العديد من الجلسات التي تقام على مدار هذين اليومين ومن بين هذه المحاور التي يتم المشاركة بها في فعليات هذا المؤتمر هناك محور عن تطوير مفهوم الدولة بالإضافة إلى محور آخر عن ضوابط عقد المواطنة والمواطنة بين الحقوق والواجبات ونقع أيضا محور مهم جدا عن التسامح الديني ومكانة المرأة في الدولة الوطنية بالإضافة إلى المواطنة وحماية المجتمعية تحدثت مع عدد كبير من ضيوف المؤتمر من مختلف الدول من البرازيل من فلسطين من مكدونيا من أرمينيا والذين أكدوا أيضا على أهمية ترسيخ للمواطنة في مختلف شعوب العالم هذا بالإضافة إلى أن وزارة الأوقاف أعدت أكثر من 30 بحثا حول عقد المواطنة وآمية المواطنة يتم أيضا دراستها وبحثها هنا خلال فعليات هذا المؤتمر لما له من أهمية كبيرة في ترسيخ مفهوم المواطنة وخاصة لدى النشأ الصغير وهي مسؤولية تقوم على كافة المؤسسات الوطنية والتربوية والثقافية والدينية نتابع معكم فعليات هذا المؤتمر على مدار هذا اليوم وغدا بما شئت الله تعالى عليكم زملائي في الاستوديو هذا قد أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الدولة تعمل على تحقيق المواطنة والمحافظة على حقوق الجميع فإن موضوع هذا المؤتمر وهو عقد المواطنة وأصره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي موضوع تجديدي بامتياز حيث يهدف إلى ترسيخ أسس المواطنة على المستوى الوطني وإلى الإسهام في صنع السلام وترسيخ أسس العيش المشترك بين الناس جميعاً على المستويين الوطني والعالمي كما يهدف إلى تعميق وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني من منطلق أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان وأن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعاً وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة مما يتطلب العمل الدائم على ترسيخ أسس التسامح الديني وقبول الآخر على حريته في اختيار معتقده وحقه في إقامة شعائر دينه وبما يضمن إنصاف المرأة والعناية بالضعفاء والمسنين وزوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج الحماية الاجتماعية وتمكين كل أبناء المجتمع وإعطاء كل منهم حقه في ضوء وفائه بواجبه تجاه وطنه وهو ما تعتمده الدولة المصرية استاتيجية ثابتة في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قال وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عبداللطيف الشيخ إن الشعب السعودي يعتبر مصر بلده الثاني ويكن لها الاحترام والتقدير وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة وأثره على تحقيق السلام المجتمعي والعالمي وجه آل شيخ الشكر للرئيس السيسي مؤكدا أنه أنقذ مصر وخاض معركة الوعي المجتمعي لبناء الجمهورية الجديدة ونجح في وضع اسم مصر على خريطة العالم في الأمن والاستقرار والرخاء أشكر في هذا المؤتمر فخامة رئيس جمهورية مصر العربية المجاهد الكبير سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الذي جاهد فعلا وأنقذ مصر من كارثة كادة أن تقع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضله وبفضل الرجال الشجعان الذين آثروا حياتهم وآثروا راحتهم وآثروا كل أمور الدنيا من أجل بقاء مصر منارة هدى ومنارة خير لجميع بلاد العالم الإسلامي فخامة الرئيس الذي خاض المعارك الصعبة لبناء الوعي المجتمعي في مصر العزيزة وبناء الجمهورية الجديدة وضع مصر على خارطة العالم في الأمن والاستقرار والرخاء ألقت القوات الأمنية العرقية القبضة على المسؤول عن عملية الاغتيالات والخطف في محافظة ميسان جنوب شرقي البلاد وأوضحت خليات الإعلام الأمنية العرقية أن المتهم مطلوب إلى القضاء العرقي وفق المادة أربعة إرهاب مشيرة إلى أن عملية إلقاء القبض عليه تمت في عملية مداهمة نوعية في محافظة ميسان أعرب الرئيس اللبناني مشيل عون عن تخوفه من عدم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بسبب عدم وجود إمكانية مالية لدى وزارة داخلية تغطي نفقات عمليات الاقتراع باعتبارها المعنية بهذا الأمر وفي الوقت ذاته شد دعون على حرصه على إجراء الانتخابات في موعدها مشيرا إلى ما تم في هذا الصدد من إجراءات بداية من تحديد موعدها في الخامس عشر من مايو المقبل مع دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الاقتراع في الداخل والخارج وفتح باب الترشح وإنجاز لوائح الشطب وكانت مجموعة الدعم الدولي من أجل لبنان قد حثت الجهات المعنية في لبنان على تقصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج موسيقى 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 طالب رئيس الأوكرانية فلودامير زالناسكي الدول الغربية بتقديم أدلاتها عن نية روسيا تدخل في بلاده وذلك في أعقاب شروع العديد من الدول بمطالبة رعايها بمغادرة أوكرانيا فورا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتهم بكييف مغادرة أوكرانيا بسبب احتمال حدوث تدخل روسي في أوكرانيا وفي تطور للأوضاع انضمت كل من المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وكندا وإستراليا ونيوزيلاندا إلى الدول التي تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا كما ناشدت السلطات البريطانية رعاياها بالمغادرة الفورية مشيرا أو مشيرة في الوقت نفسه أنها لا تنتوي إجلاء رعاياها عسكريا إذ اندلعت توترات في أوكرانيا في حال اختار البقاء هناك أكد أسطول البحر الأسود الروسي انطلاق أكثر من 30 سفين حربية للمشاركة في مناورات واسعة في البحر الأسود وعضح الأسطول في بيان له أن الهدف من هذه المناورات هو التدريب على الدفاع عن شبه جزيرة القرمة وقواعد القوات تتابع لأسطول البحر الأسود والاتصالات البحرية ومناطق النشرات الاقتصادية البحرية من التهديدات العسكرية المحتملة بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجيلا فراوف المخاوف الحادة والمشتركة بشأن احتمالية تنفيذ روسيا لتدخل العسكري ضد أوكرانيا في الأيام المقبلة وخلال الاتصال أكد بلينكين أن الطريق الدبلوماسي لحل الأزمة لا يزال مفتوحا لكنه سيتطلب من موسكو تخفيف التصعيد والانخراط في مناقشات بحسن نية مشيرا إلى أنه في حال إسرار موسكو على التدخل العسكري سيتم مواجهة ذلك بإجراءات واسعة النطاق وموحدة عبر الأطلسي كان البيت الأبيض قد أعلن أن رئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع تصاعد تحذيرات دول غربية من احتمال اندلاع حرب في أوكرانيا في أي لحظة وأوضح البيت الأبيض أن بوتين طلب إجراءات المحادثة الهاتفية يوم الاثنين القادم لكن بايدن أرادها في وقت أقرب أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي مستشارة الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سلوفيان مكتب رئيس المفوضية الأوروبية وأيضا تم تفاصيل الرد على هذه المكالمة على التدخل الروسي المحتمل في أوكرانيا خلال مكالمة عبر الفيديو كونفرنس وأشارت هورن إلى أن الجانبين تبادلان مخاوفهما بشأن استمرار حجد روسيا للقوات العسكرية حول أوكرانيا وكذلك الاستعدادات لفرض عواقب وتكاليف اقتصادية باهضة على روسيا إذا اختارت التصعيد العسكرية وأضافت هورن أن الرد الأمريكي الأوروبي المحتمل يشمل عقوبات مالية وقيودا على التصدير تفرد بالتنسيق بين الجانبين وشركاء وحلفاء آخرين ترجمة نانسي قنقر أعلنت الشرطة الفرنسية أنها منعت 500 سيارة كانت تحاول دخول العاصمة باريس ضمن احتجاجات قافلة الحرية المناهضة لقيود مكافحة جائحة كورونا كان المتظاهرون قد نظموا قافلة الحرية مستلهمون الفكرة من احتجاجات مماثلة في كندا ويسعى سائق السيارات وغيرهم من سائق المركبات أيضا من عدة مدن في أنحاء فرنسا إلى تحدي قرار الشرطة بمنع دخول العاصمة أعلنت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين أنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسيلوفيد المضاد لفيروس كورونا والذي تنتجه شركة فايزر ليصبح أول عقار يؤخذ عن طريق الفم وتتم الموافقة عليه في الصين لعلاج المرض وأوضحت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية أن أقراص باكسيلوفيد حصلت على الموافقة المشروطة لعلاج البلغين الذين يعانون من أعراض تتراوح من خفيفة إلى معتدلة ومعارضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة أعلنت هونغ كونغ تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع أكثر من 1510 إصابات جديدة كانت هونغ كونغ قد أعلنت تمديد الحظر المفروض على الرحلات الجوية من ثماني دول حتى الرابع من شهر مارس المقبل بسبب مخاوفة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تفرد وخصوصية العلاقات المصرية البحرينية جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح في إطار زيارة رسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أهمية دفع تعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان البحريني إلى أفاق أرحب ليلعب دورا بالغ الأهمية في زيادة روابط المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين من جانبها أكد رئيس مجلس الشورى البحريني ضرورة تعجز التعاون البرلمانية بما في ذلك تبادل الخبرات التشرعية والبرلمانية بين البرلمانين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعاديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن من جانبه أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة الإجراءات لإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة التسعة عشر لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملا مشددا على التنصيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعاديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعا تنصيقيا في إطار التحضير والاستعداد للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار مصر تستطيع بالصناعة والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة أن المؤتمر سيتضمن جلسة للصناعة الخضراء لاستعراض جهود الدولة المصرية نحو التحول للصناعات الخضراء والتصدي لأثار تغير المناخ بالإضافة لدعم صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة مؤكدة أن المؤتمر يمثل نافذة لاستعداد مصر لتنظيم مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ كما أكدت وزيرة البيئة أن هناك توجها جديدا في التعامل مع المنشآت الصناعية وأصبح هناك تسهيلات وحواف استشجعية يتم إعطاؤها لتلك المنشآت لدعمها لتصبح متوافقة بيئيا في إطار الاستراتيجية القومية لتنمية المستدامة مصر 2030 أطلقت مصر مبادرة اتحضر للأخدر وهي أول مبادرة بيئية في تاريخها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهدف المبادرة للنشر الوعي البيئي وتغيير السلوكيات وحتى المواطنين على المشاركة في مسؤولية الحفاظ على البيئة اتحضر للأخدر أول مبادرة بيئية في تاريخ مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر 2030 وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحس المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة كما تستهدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاكتماعية وتؤمن المبادرة بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد الاستهلاك الغذائي والطاقة والحد من استخدام البلاستيك والحفاظ على الكائنات البحرية والحد من تلوس الهواء بالإضافة إلى حماية المحميات الطبيعية دعم القيادة السياسية لهذه المبادرة يضمن نجاحها واستمرارها ويضمن أيضا تنفيذ الفعاليات المختلفة مع إشراك كافة جهات المجتمع بها سواء كانت جهات هادفة للربحة أو غير هادفة اتحضر للأخضر مبادرة وعدة تسعى الدولة المصرية من خلالها لأن تستعيد الطبيعة عافيتها وهي رسالة قوية للعالم حول ضرورة الحد من الانبعاسات وتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة مع زيادة معدلات التشجير أكدت وزيرة التجارة والصناع نيفينجاما حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبع دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الأسواق العالمية جاء ذلك خلال افتتاحها المبنى الجديد لمعامل الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية وأوضحت نيفينجاما أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بما يسهم في تسريع وطيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرص الدولة على دعم التنافسية والمكان المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القناة ومجرها الملاحي وجميع مرافقها وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها وتقليل زمن عبور السفن المرة وخلال تقرير نشره المركز صلت الضوء على قناة السويس والممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية وذلك بفضل مشروعات الازدواج والتوسيع والتعميق جد بالمنطقة الاقتصادية للاستثمارات العالمية ذلك بعد تحقيق عوائد ومؤشرات غير مسبوقة في تاريخها وأوضح المركز أن القناة سجلت أعلى إراد سنوي في تاريخها عام 2021 وذلك بـ 6.3 مليارات دولار كما بلغ عدد السفن المرة 20.730 عام 2021 بحمولة صافية 1270 مليون طن وهي أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة وأشار المركز أيضا إلى زيادة حجم التجارة العالمية المرة عبر القناة بنسبة 8.5% مقارنة بـ 3.7% زيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحران توقعت وكالة فيتش ستولوشنز أن تشهد صدرات مصر من الأدوية زيادة بنسبة 4.7% خلال عام 2022 الجاري و5% في عام 2023 و5.8% في عام 2026 مشيرة إلى توقعات بزيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول عام 2021 ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا صادرا عن وكالة فيتش سولوشنز أشادت خلاله بالجهود المبذولة في مصر لتكسيف عملية التصنيع للدواء المحلي وإتاحة الرعاية الصحية لمختلف الفئات المجتمعية بأفضل جودة ممكنة وأشارت الوكالة إلى أن مبيعات الأدوية في مصر ستشهد زيادة بنحو 6.6% في عام 2022 وتصل إلى 8.6% في عام 2026 تحتل مصر المركز الثالث في زراعة البطاطس بزراعة 320 ألف فدان تقريبا وفي هذا الإطار تقوم محافظة الدقهلية بزراعة 35 ألف فدان بطاطس بتزامن مع محاولات تحسين انتاجيتها رجال وسيدات وصبية خرجوا من بيوتهم مبكرا إلى الحقول لحصاد البطاطس في مشهد معتاد بالمحافظة التي كانت أول من زرع البطاطس على مستوى محافظات الجمهورية بقرية الطويلة في مركز طلخة تحتل مصر المركز الثالث في زراعة البطاطس بالزراعة 320 ألف فدان تقريبا تميز بطابع خاص في الزراعة والتسميد والرية وهناك اتجاه لزراعتها بالتنقيط البطاطس عندنا هنا مزارع البطاطس هو مزارع البطاطس ما يتغيرش لأن البطاطس لها طابع خاص في الزراعة طابع خاص في المتابعة طابع خاص في الإرشاد في التسميد في الريف وكل حاجة كما أن هناك جهودا مبذولة لرفع انتاجية البطاطس حيث يتم العمل على تعظيم عملية وحدة انتاجية الفدان للبطاطس وتقليل التكاليف وزيادة الانتاج استقوم الإدارة الزراعية بإرشاد المزارعين والفلاحين لكيفية شراء التقاو المناسبة والعناية بالأراضي والمتابعة الجيدة وعدم الإفراط في التسميد الإدارة الزراعية بالقاس ومدرية الزراعة بالدهلية ووزارة الزراعة بتقدم عدة من الخدمات للمواطنين هي متابعة الأراضي الخدمات كل أي حاجة لأن البطاطس بتحتاج متابعة يومية ودورية من المزارع نفسه لازم المزارع ينزل يوميا للأرض مرة واثنين وثلاثة تباعد الأساليب الحديثة في الزراعة البطاطس برضو من العوامل المهمة بداية من الخدمة والزراعة الألية بالميكنات الوقتي بالميكنات والزراعة والري بالتنقيط برضو بيقلل فيه التسميد وبقلل فيه كمية المية وبقلل فيه الضرر اللي بيحصل للضرر نتيجة الري المزارع بالغمر وبالتالي بيقلل معايا في التكاليف حملات توعوية مكثفة تقوم بها مدرية الزراعة بالدهلية للمزارعين في الإدارات الزراعية والمراكز الإرشادية مع النزول للحقول على الطبيعة للمعاينة والكشف عن الأمراض الموجودة وتوفير احتياجات المزارع الضرورية فضلا عن تنظيم الدورات التدريبية والتوعوية المستمرة للمزارعين للحصول على أفضل انتاجية ممكنة للمحاصيل انتلقت قافلة طبية مجانية لمدينة نويبع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لتقديم أوجه رعاية طبية لازمة لأهالي المدينة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا وتتضمن القوافل توقيع الكشف الطبي والفحص أيضا على أهالي الوادي والمناطق المجاورة في عدة تخصصات طبية وعيادات تنظيم الأسرة ومعمل أيضا وصيدلية لصرف الدواء وإجراء الفحصات الطبية والتحاليل وصرف العلاق بالمجان وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تواصل مؤسسة حياة كريمة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بمحافظة الشرقية بقرية سعود مركز الحسينية هذا قتم الانتهاء من مجمع خدمة المواطنين والمركز التكنولوجي وكذلك مجمع الخدمات الزراعي ونقطة إسعاف سعود وجاري متابعة أعمال مشروع مركز تنمية الأسرة حيث بلغت نسبة التنفيذ فيه نحو 50% بجانب الأعمال الجارية من عملية توصيل الغاز الطبيعي لأهالي القرية تواصل فرق الترميم عملها بمعبة دندرة في محافظة قنة وقد نجحت فرق الأثار لأول مرة في إذار النقوش والألوان تمهيداً لافتتاح أعمال التطوير والترميم الشهر المقبل تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي النهاردة احنا في زيارة تفاقدية في معبة دندرة واحد من أجمل وأكمل وأروع المعابد المصرية اللي بنيت في العصر اليوناني الروماني النهاردة بزور زميلي المرممين في المجلس العلاثار والأثارين هنا في معبة دندرة عشان يورونا حاجة جميلة جداً إظهر نقوش وألوان لأول مرة بعد ما كانت متغطية بالتساخات وتكلسات يمكن تصل إلى ألف وشوية سنة الحمد للنهاردة بيبهرونا بإزالة هذه الاتساخات والتكلسات النهاردة كمان تفتتح أو تجهيزات لفتتاح بعض الغرف الجانبية في داخل المعبد النهاردة كمان خلاص خدنا القرار أنه يعد هذا المعبد لزوي الهمم على غرار ما تم الانتهاء منه من معبد الكارنك معبد لقصر معبد حجبسوت ماتحف لقصر بعض المقابر داخل ودي الملوك النهاردة بنبدأ عملية تمهيد هذا المعبد لزوي الهمم عشان يقدر يتجول برحته داخل هذا المعبد حتى يصل إلى قدس الأقدس سنة 22 ستكون من أهم المميزات الخاصة لمعبد دندرة خاصة معبد دندرة يتميز بمميزات فريدة عن غيره من المعبد الأخرى خاصة لفترة الحقبة التاريخية اللي مر بها معبد دندرة وهي فترة عصر تم بناء في العصر اليوناني الروماني هذه الحقبة حقبة جميلة جدا طبعا بها بعض الخصائص والمميزات الفنية والألوان الخاصة بمعبد دندرة تجعله في معبد فلكي من الدرجة الأولى انطلقت الدورة ثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المقامة في الفترة من العاشر إلى السادس عشر من فبراير الجاري ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم صيني ليكون فيلم افتتاح دورة ثامنة للمهرجان وتحضى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام كبير من صناع الأفلام القصيرة حول العالم بعدما حضي بسمعة عربية مرموقة وشهدت دوراته الماضية الكثيرة من العروض العالمية الأولى أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك فوز مرتضى منصور برئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك لفترة رئاسية جديدة لمدة أربع سنوات قادمة وأعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك المستشار نصر محمد فوز قائمة مرتضى منصور بالكامل وأوضح أن منصور حصد 21109 صوتا متفوقا على منافسي أحمد سليمان الذي حصل على 15928 صوتا وعمر هاريدي الذي حصد 958 صوتا انتلقت بمحافظة الوادي الجديد أعمال فعليات مهرجان ألعاب جامعات الصعيد بمشاركة 11 جامعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتح السيسي تستمر فعليات المهرجان لمدة أربعة أيام يتنفس فيها شباب الجامعات في ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطولة وألعاب القوة والعديد من الألعاب الأخرى ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة لإحداث حراك ثقافي ورياضي واجتماعي بين شباب الجامعات على مستوى الصعيدة وغرس قيم الولاء والانتماء من خلال المنافسات الرياضية الشريفة عاوزين نقول أنه هو تحت شعار كلنا فائزون نحن مش المشكلة أن نحن مين يكسب أو ينهزم في المباريات والمسابقات ولكن كلنا فائزون بالمحبة والمودة والأواصر المتينة والعلاقات التي تبنى على أساس من الولاء والانتماء والحب لهذا الوطن الغالي تحت قيادته الرشيدة وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وعود إلى الخبر الأبرز في نتشرتنا حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تليه مصر من أهمية خاصة لعلاقتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقباله السيد أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالاضافة الى السفير فرانك هارتمان السفير الالماني بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان السيد الرئيس طلب نقل تحياته الى المستشار الالماني اولف شولتس مؤكدا سيادته ما تليه مصر من اهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع المانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع المانيا بمثابة محور اساسي للعلاقة المصرية مع اوروبا بالنظر لمكانة المانيا وثقلها كدولة اوروبية كبرى وهو ما ظهر في الانخراط الالماني القوي وغير المسبوق من خلال شراكتها الكبرى في خطط التنمية الطموحة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية ومعربا سيادته عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الالمانية الجديدة على اساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة وذلك ارتكازا على مكانة كل من مصر والمانيا وثقلهم الكبير ودورهم المحوري كل في دائرته الاقليمية وعلى الساحة الدولية وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة خارجية ألمانيا نقلت إلى السيد الرئيس تحية المستشار الألماني مؤكدة اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيضة والمتميزة التي تربطها بمصر باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والقيام بدور أخلاقي وإنساني مقدر من خلال استضافة مصر لملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفيرك الحقوق الأساسية لهم بالإضافة إلى النجاح الكبير لمصر تحت قيادة السيد الرئيس في ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسمح الديني وقبول الآخر مما جعلها مثلا أعلى ونموذجا يحتذى إقليميا ودوليا ومشيرة إلى حرص الحكومة الجديدة في ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصهضة وكذا التنصيق بشأن كافة الموضوعات والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلاة بالعلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعسكرية حيث رحب السيد الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بدخ استثماراتها في مصر معربا سيادته عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر بينما أشرت الوزيرة الألمانية إلى متابعة بلادها للحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصا وعيدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والمتجددة والكهرباء والتعليم وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشتركة حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتنفيذ المقررات الصادرة عن مصار برلين بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية بما يسهم في القبائع للإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد كما تم التطرق أيضا إلى استعدادة مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرمشيخ حيث أشادت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور المهم الذي تطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ معربة عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال بينما أكد السيد الرئيس أن مصر حريصة على خروج قمة شرمشيخ على الوجه الأمثل وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين بما في ذلك ممثل المنظمات المدنية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة ومنحهم الحرية للتعبير عن آرائهم كما ستسعى مصر كذلك إلى البناء على الزخم الدولي المتولد عن مؤتمر جلاسكو الأخير والخروج بنتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على كافة المستويات خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وبناء قدرة الدول النامية تكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتها على النفاذ لتمويل المناخ شاهدين وصلنا إلى ختم نشراتنا وهذه عنوين الأخبار رئيس السيسي يؤكد ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة مدبول يبري جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة عدد من الدول الأوروبية والعربية تحث رعاياها على مغادرة أوكرينيا تحسبا لهجوم روسي انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري إلى اللقاء